أعلنت روسيا إسقاط أربع مسيارات أوكرانية كانت تحلق فوق منطقتين بيلجرود وأورييل غربي البلاد وأخرى قرب سيفاستوبل في القرب وقالت وزارة الدفاع الروسية أن أراضيها استهدفت بثلاث هجمات أوكرانية نفذتها أربع مسيارات أسقطت جميعها إلى ذلك قال حاكم منطقة كراسوندار الروسية أن النيرانة اشتعلت في خزان وقود بمدينة سوتي على البحر الأسود للوقوف على التطورات الميدانية في أوكرانيا ينظم إلينا من كييف مراسلنا هياد استيتية هياد موسكو تعلن إسقاط أربع مسيارات أوكرانية يبدو أن حرب المسيارات باتت جلية واضحة ومهمة لكلا الطرفين لو تطلعنا على آخر مستجدات ميدانيا وعسكريا هنا نعم جمال مساء الخير هي ليست فقط حرب سيارات وأيضا حرب بالأنظمة الصاروخية اليوم الجيش الأوكراني عصر اليوم كان قد أعلن عن أنه استهدف مقرا لقيادة الأسطول البحري الأسود الروسي في منطقة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم بعد ذلك قبل ساعة من الآن مصدر أمن أوكراني كان قد فسر أو أوضح طبيعة هذا الهجوم الذي استهدف هذا البقر وقال بأن هذه العملية تمت بالتعاون ما بين جهاز أمن الدولة الأوكراني وأيضا وحدات من القوات الجوية وأيضا وحدات من القوات البحرية وقال بأن هذا الاستهداف تم بالصواريخ أيضا إضافة إلى المسيرات التي تقول روسيا لأنها مسيرات أوكرانية كانت استهدفت مواقع ومناطق في شبه جزيرة القرم وأيضا في المناطق الروسية اليوم قد شهدنا كما جاء بإقرار من الجانب الأوكراني عن استهداف بالصواريخ يمس المقر أو مقرة قيادة الأسطول البحري الروسي في هذه المنطقة أو في شبه جزيرة القرم بالقرب من سيفاستوبل لكنه قال بأن هناك العديد من القيادات الروسية كانت موجودة في هذا المكان وهي قيادات رفيعة المستوى هذا المصدر الأمني الذي صرح لوسائل الإعلام الأوكرانية قبل قليل حول هذه الضربة إضافة إلى ذلك حرب المسيرات والصواريخ لا تزال مستمر هذا السجال ما بين الجانبين خلال الليلة الماضية أيضا كانت هناك ضربات أو هجمات بالمسيرات الهجومية الروسية كما قال بيال أركان العامة الأوكرانية اليوم هناك 24 مسيرة كانت قد أطلقتها القوات الروسية باتجاه المناطق الأوكرانية وتحديدا في وسط أوكرانيا في مقاطعة بلتابا هناك أيضا القوات الجوية كانت قد ذكرت بأنها أسقطت 17 مسيرة من هذا الطراز أو من طراز شاهد 136 قالت أن مسيرات قد أصابت أهدافا في منطقة بلتابا في وسط أوكرانيا وتحديدا مصفى لتكرار النفط في هذه المنطقة أيضا إلى جانب ذلك هناك أيضا جمال مستجدات ميدانية نتحدث عنها باستمرار بشكل يومي بحسب البيانات العسكرية الأوكرانية الجبهات الشرقية والجنوبية بحسب بيان الأركان العامة اليوم كانت قد شهدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة وعشرين قتالا ومواجهة مباشرة ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية بحسب الجانب الأوكراني تتركز هذه المواجهات في محاور الشرقية في محاور بخموت وأفديفكا ومارينكا في محور بخموت إلى الشمال من مدينة بخموت القوات الأوكرانية تمكنت من صد عدة هجمات للقوات الروسية وتحديدا في منطقة يهدني أيضا إلى الجنوب من مدينة بخموت البيان أكد أن القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقتين أكل الشيفكا وأندريكا وتقوم أيضا بصد الهجمات في هذه المنطقة أيضا الأمر هذا ينطبق على بقية المحاور محاور أفديفكا ومارينكا هناك أيضا تقدم بالنسبة للقوات الأوكرانية في محور زباروجيا أو في الجنوب من مقاطعة زباروجيا وهناك أيضا هجمات معاكسة تقوم بها القوات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في هذا المحور بيادة ستية مراسل العربي من كيان نعم شكرا لك